السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم مع الفصل الرابع من قصة مغامرات في أعماق البحار نجد في هذا الفصل أن عقلة الإسبع وأماني يغوصان في الماء مرة أخرى ويلاحظان أنهما ينتقلان تحت الماء في سهولة ويسرك كما تتنقل الأسماء ثم تحدثت أماني مع أخيها أسامة حول أعجب شيء في هذه المغامرة نجد عندما سألته هذا السؤال فقال لها فأجبها أن أعجب شيء في هذه المغامرة هو حيوان المرجان الذي يصنع المستعمرات المرجانية الصخرية الصلبة إن هذه المستعمرات الصخرية تكبر وتكبر حتى تتكون منها أحيانا جزائر صخرية كاملة جزائر أو جزر صخرية كاملة فوق سطح البحر ولكن أماني ليس هذا هو أعجب شيء بالنسبة لها فقال لها أن سمكة أبو سيف وسمكة أبو منشر هما أعجب شيء في هذه المغامرة ولكن أيضا ليس هذا هو أعجب شيء في هذه المغامرة ثم أجبها أسامة أن هناك الأسماك المضيئة التي رأتها أماني في أعالم في أعماق البحار أيضا لم تكن هي هذه أعجب شيء في هذه المغامرة فالتفت إليها أسامة وقال لها أن الأخطبوط الذي يخرج من جسمه مادة كالحبر تخفيها عن الأنظار هو أعجب شيء ولكن أماني أيضا لم أن هذا ليس هو أعجب شيء في هذه المغامرة السؤال ما أعجب شيء في هذه المغامرة هما عقلة الإصبع وأخذه أماني فإنهما ناس مثل بقية الناس تحولا إلى حكم عقلة الإصبع ويمشيان في أعماق البحر دون أن يغرقا ويتنفسان وهم في قاعد البحر بعيدا عن الهواء نأتي بعد ذلك إلى جزئية أخرى وهي سفينة الأعماق نجد في هذه الجزئية أنه ظهر نور كشاف يتحرق في أعماق البحار ويقترب من عقلة الإصبع وأخذه أماني هذا النور هو سفينة الأعماق سفينة الأعماق تستخدم في اكتشاف أعماق البحار تستخدم في اكتشاف أعماق البحار وهي تشبه الغواصة ولكنها مصنوعة خصيصا لإكتشاف أعماق البحار عرف أسامة هذه المعلومات عندما قرأ عنها في المجلات وراء صورها في بعض الإيد في بعض الكتب فنجد أن القراءة شيء مهم في حياتنا أيضا نجد أن أسامة يحب قراءة القصص الخالية وقصص الخيال العلمي ولكنه أيضا يحب جميع أنواع القصص إذا أردنا أن نضع أسئلة على هذه الجزئية كيف كان عقلة الإصبع وأخته يتنقلان في الماء هنقول بسهولة ويسر وأيضا ماذا يصنع حيوان المرجان يصنع المستعمرات المرجانية الصخرية الصلبة التي تتكون منها جزائر صخرية كاملة فوق سطح البحر أعجب شيء في هذه المغامرة هي أسامة وقلة الإصبع لأنهما ناس مثل بقية الناس ولكنهما تحول إلى حجم عقلة الإصبع نأتي إلى الفقرة الأخرى أسئلة عليها ما الذي ظهر في قاع البحر واقترب من عقلة الإصبع وأخته أماني وما مصدره هو النور كشاف قوي وكان مصدره سفينة العماق فيما تستخدم سفينة الأعماق تستخدم في اكتشاف أعماق البحار بعد ذلك نجد أن سفينة الأعماق أخذت طهبت إلى أسفل ولاحظت أماني أن الماء يزداد برودة وأن الظلام يشتد كلما زاد الهبوط في الأعماق بعد ذلك أضاءت سفينة الأعماق ثلاثة أنوار كشافة قوية متجهة إلى أسفل فرأى عقلة الإصبع وأخته أماني قاع البحر واضحا تماما نجد أن أسامة وعقلة الإصبع وأخته أماني أيضا رأى عجائب وغرائب في هذا في أعماق البحار فرأى أسماك عجيبة بعضها يرسل أنوار ملونة التي سبق أن رأتها أماني أيضا رأى بعض الأسماك لها عيون ضخمة تتحرك في مختلف الاتجاهات وبعضها له أسنان كبيرة طويلة لدرجة أن السمكة لا تستطيع أن تغلق فمها الواسع الكبير نجد أن عقلة الإصبع أيضا شاهد بقايا سفينة غارقة غاصة غزءا كبيرا منها في القاع ثم رأى أيضا أو شاهد جبلا ظاهرا في قاع البحر ولكن تغطيه كله المياه بعد ذلك نجد أن عقلة الإصبع نظر إلى أخته أماني فوجدها مشغولة بالنظر إلى هذا العالم العجيب فرأى في داخل سفينة الأعماق بعض الرجال المنهمكين في العمل كان أحد هؤلاء الرجال يقف خلف آلة أو وراء آلة تصوير سينمائي تلتقط فيلما كاملا عن العجائب في أعماق البحار أسامة يرى منظرا عجيبا جعله أو جعل الكلمات تقف في فمه وهو رأى سمك سوداء هذه السمك لها رأس مخيف وأسنان كبيرة تبتلع سمك أخرى أكبر منها يبقى أسامة رأى سمك سوداء لها رأس مخيف وأسنان كبيرة تبتلع سمك أخرى أكبر منها في الحجم ليس هذا المدهش ولكن الذي زاد دهشة أسامة أو عقلة الإصبع أنه رأى معدة هذه السمك السوداء تتمدد بشكل غريب لتتسع لكل تلك السمكة الكبيرة التي استقرت فيها بعد ذلك نجد أن أسامة ينتهي به الحال في هذا الفصل إلى أن السفينة الأعماق بدأت ترتفع تدريجيا ومعها أقلة الإصبع وأختها أماني وقبل أن تصل السفينة إلى سطح البحر استدارت وصارت إلى الأمام مسافة طويلة حتى وصلت إلى مدينة عجيبة مبنية تحت سطح البحر هذه المدينة معظم بيوتها على شكل كرة معدنية كبيرة لها نوافذ من الزجاج القوي المتين وبعض البيوت مستطيلة أو مربعة تعلوها قبب معدنية أيضا نجد أن سفينة الأعماق اقتربت من أحد بيوت المدينة واتجهت إلى نافذة زجاجية في البيت وأخذت ترسل إليها إشارات ضوئية خضراء وحمراء فرد عليها أصحاب البيت بإشارات أخرى صفراء وزرقاء وظلت سفينة الأعماق تتبادل الإشارات الضوئية مع سكان هذا البيت ثم اتجهت السفينة إلى الانصراف فأسرع أقلة الإسبع وأخته أماني وتعلق بيحدى بيوت المدينة بالقرب من نافذة زجاجية وهمس أقلة الإسبع في أذن أخته قائلا لقد زادت المغامرة حلاوة يا أماني تعالي نعرف ماذا يفعل أهل هذه المدينة العينة نأتي إلى بعض الأسئلة ما الأشياء التي شاهدها أقلة الإسبع وأخته أماني بقايا سفينة غارقة جزء كبير منها في قاع البحر وشاهد أيضا جبلا ظاهرا في قاع البحر ولكن تغطيه المياه ماذا رأى أسامة عندما نظر من النافسة الزجاجية بعض الرجال داخل سفينة الأعماق منهمكين في العمل وأحدهم يقف خلف آلة تصوير سينما ما المنظر العجيب الذي رأاه أقلة الإسبع وجعل الكلمات تقف في فمه سمكة سوداء لها رأس مخيف وأسنان كبيرة تبتلى سمكة أخرى أكبر منها في الحج وازدادت دهشته عندما رأى معدة هذه السمكة تتمدد بشكل غريب لتتسع لتلك السمكة الكبيرة التي استقرت فيها نأتي إلى أسئلة الجزئية الأخيرة من الأسئلة إلى أين وصلت السفينة؟ وصلت إلى مدينة عجيبة مبنية تحت سطح البحر وإلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفصل وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته